اصدقاء وصحابي اهلا بكم في حلقة جديدة من حلقة تلعاب والنهاردة معنا لعبة جديدة هنتكلم عنها وهي لعبة من تطوير شركة للالعاب وكانت عاملها لنا قبل كده لعبة على منصة لكن لعبة هي تحت التطوير ولكن مش لعبتنا النهاردة اللي هنتكلم عنها احنا هنتكلم عن لعبة ده هو الموقع الرسمي للاعبة بس مش موجود عليه تفاصيل كتير زي مسلا الخاص بهم لان عامل شراكة مع زي ما انتم عارفين عاملين شراكة مع لعبة الخاصة بالنفتيز الخاصة بلعبة موجود على يعني احنا لو عايزين دلوقتي نخش على الخاص ببيج تايم هندوس هنا على ويفتح لنا لعبتين ولكن احنا حاليا بنشرح الخاص بووربارك ودي اعداد للعبة باسعارها اكيد قدام هنلاقي اكتر ولكن لسا اللعبة حاليا تحت التطوير هاني لو دوسنا على دبابة دي هنلاقي مسلا السعر اللي قدامنا ده اقل السعر تلتمائة وستين دولار وبعد كده خمسمائة دولار وسبعمائة دولار وهنلاقي تلاتة ايتم بس من الف وستمائة قطعة عشان كده طبعا السعر بتاع الانفتي ده عالي لكن قدام طبعا لما اللعبة تنزل ويبقى فيه اكتر انا نقدر ان احنا نشوف اسعار اقل من كده بكتير نفس اللي حصل في بتاع لما كان في كتيرة نزلة باسعار خيالية وبعد كده نزلت في السعر مع مرور الوقت ومع وجود كتيرة مع اللاعبين طبعا قبل ما نخش في تفاصيل كتير عن لعبة احب اقول لك ان احنا بنتكلم عن العاب طبعا لو انت لسه ما اشتركتش اتمنى انت تشترك في القناة وتدوس طبعا لايك لو انت حابب فيديوهات اكتر عن لعبة واتفعل الجرس طبعا عشان كل اللي جاي هيهمك جدا 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 طبعا زي ما قولنا الماركتبليس الخاص بيها على فاوبن لوت ده اعتبر ماركتبليس لبكتايم هو وووربارك وممكن يلاقي برضو العاب في المستقبل على بيتبيع الانفتيز من خلالهم خلينا نتكلم دلوقتي عن لعبة ووربارك هي لعبة ووربارك يعتبر بتقدم لنا نوع من الواق البلاير في سبلاير او البي في بي فاكيد طبعا محتاج مهرات مميزة طبعا للاعبك لللعبة دي عشان تكسب الماتش اللي انت هتخش فيه وهتحتاج تيم وورك مع اصدقائك وهتحتاج ان يكون عندك ردود فعلي سريع عشان تقدر ان انت تكسبه وبيقولك ان انت كل خريطة هتخش هتبقى مختلفة عن التانية عشان تديك متعة مختلفة عن كل ماتش هتلعبه جوا لعبة ووربارك لو دخلنا مسلا على التويتر خاص بيوم هنلاقي الورلد ماب بتاعتهم ولكن لسه ماتلع ونتش ده شيء خاص بالديفولوبرز وهنلاقي برضو سبع انواع مختلفة من الدبابات اللي هينزله على قريب جدا واحنا معنا التايجر هينزل تايجر وان واف تي سبعتاشر واتشورشل فور شيرمان ام فور اي وان والتي ستة وعشرين وتعب خمسة وتسعين واي اي اس تو كل دي انواع من الدبابات طبعا زي ما انتو عارفين دي هتبقى لعبة الدبابات ولكن بالدبابات مختلفة في التكنيات بتاعتها وطبعا الاسعار الخاصة بيها وحاليا نعملو فيه 18-11 اللي فات جيفاوي وتأكدوا ان انتو تخشوا سيرفر الديسكورد الخاص بيوم هتلاقوه في الديسكريبشن او هتلاقوه على الموقع الخاص بيهم بيعملوا مختلفة وبيوزعوا للعبة قبل عشان تقدروا طبعا تجربوا اللعبة وتستمتعوا بيها طبعا هيبقى ديك البيز الخاصة بيك اللي انت بتبنيها وبتعلي من قدرتها جوه اللعبة وديها تبقى زي الكتيبة الخاصة بيك كل ما انت بتشتري اكتر او كل ما بتحصل على اكتر كل ما البيز دي بتعلى وقمتها بتزيد وطبعا تخش حروب اكتر واكتر وتكسب اكتر ويبقى فيه برضو حروب عالمية جوه خريطة العالم اللي هنسم ورقة هلكم من شوية بتجمع بيزز مختلفة من اصدقائك او الناس اللي هتلعب في الفريق بتاعك وبيبقى خمسة بيز قدام خمسة بيز وبتخش في حرب مع الناس دي وطبعا بتتحصل على موارد من المنافسين اللي قدامك لما بتكسبهم فلنتقدر تعملهم في حروب العالم انك تجمع حلفاء وتخش بيهم قدام برضو منافسين مختلفين انت متعرفهمش وطبعا كل ما البيز بتاعك يعلى ويبقى حاصل على دبابات اكتر او حلفائك يكون عندهم بتاعه عالي او برضو عندهم دبابات اكتر كل ما انت تكسب الحرب العالمية دي قدام المنافسين اللي هتبقى قدامك وزي ما انتو شايفين في السورة اللي قدامك دي انه هنبتدي الكمباتس بتاعتنا او الحروب بتاعتنا من خمس لاعبين قدام خمس لاعبين لحد اتنين وتلاتين لاعب قدام اتنين وتلاتين لاعب يعني تخيل انتو اتنين وتلاتين لاعب قدام اتنين وتلاتين لاعب بيدباباتهم كلها ونزلين في حرب كله بيدرب في بعضه يعني بالضبط كذا زي ما انخيلت الموضوع هيبقى عبارة عن مدعكة كبيرة جدا هيكون فيه برضو انواع كتير زي ما اردتكم على تويتر ان فيه انواع كتير من الدبابات هيبقى فيه الدبابات الاستكشاف والدبابات التقيلة ودبابات الدعم وانواع دبابات كتير هنشوفها في المستقبل في اللعبة واربارت هيبقى فيه لوداوتس برضو للدبابات دي جوه الماتشز بتديك جير مختلف وبتزود لك مزايا مختلفة واكيد طبعا طريقة لعب مختلف هيبقى فيه مناطق كتير للعب زي مثلا الكانتري سايدز واللي هي الارياف والمودن والسحاري والجزر هيبقى فيه برضو اكيد اماكن تانية كتير زي ما انتشايفين مكتوب اي تي سي بيقولك استخدم في نوع الكمبات اللي هو فوج فور او دباب الحرب للتعاون مع اصدقائك عشان تعرف تلاقي الاعداء بتوعك والتارجتهم وتقدر ان انت تدمرهم وهنا بيقولوا ان اللعبة هتبقى عبارة عن موبة يعني هيبقى فيه انواع كتير من طريقة اللعب عشان طبعا ما يبقاش كل ماتش شبهي التاني او يبقى يعتبر روتيني جدا لعبك للعبة لان هيبقى فيه مناطق مختلفة ويبقى اعداء مختلفة وبقى اصدقاء مختلفة لان طبعا زي ما قلنا كل بيز وليها الخاص بيها مبنية على عدد وانواع الدبابات اللي انت بتملك هيبقى فيه ديسماتش هيبقى فيه كابيتشار زفلاج وكينج اوف زا هيل بوينت كابيتشار ويبقى فيه كم نوع برضو زيادة عن الانواع دي اللعبة طبعا هتبقى مبنية على سيرفرز مختلفة طبعا كل بلد وليها السيرفر الافضل ليها زي لعبة بالزبط والسيرفرات الخاصة بيها طبعا احنا لحد دلوقتي ما تكلمناش عن ايه هي زي اللي هتبقى موجودة جوا اللعبة او اللي احنا هنقدر نملكها هلس خلينا نشرح ايه هي عن متن للناس اللي مش عارفة او للناس الاول مرة تشوفنا على القناة وهو ان ده شيء بيخليك تملك اي سكن او اي شيء خاص باللعبة اللي انت بتلعبها على المحفظة بتاعتك تقدر تبيعه تاني على المنصات اللي هعارضها قدامكم دلوقتي زي منصة وعند لدينا برضو منصة ومنصة طبعا الناس اللي من زمان بيلعبوا العاب عدية اكيد هيعرفوا حاليا شركة بتقدم لنا متجر نقدر نشتري ونبي عليه الخاصة بنا حبيت بس اذكر المعلومة دي للناس طبعا اللي مش عارفة ان دخلت والعاب جوة خطتها وبرضو عشان الناس طبعا اللاعبين اللي مش عارفين العاب الانفتي او العاب البلوكتشين يقدروا يعرفوا ان العاب البلوكتشين والانفتي هي المستقبل والشركات اللي جاية هتبقى شركات كبيرة جدا من شركات العاب اعتيادية لشركات العاب البلوكتشين في المستقبل. دلوقتي بنتكلم عن الانفتي اللي هتبقى موجودة جوة لعبة زي الخاصة بيك زي مثلا اللي انت هتبني عليها كل شيء زي المصانع بتاعتك والاراضي بتاعتك او الدبابات اللي انت هتبقى حاصل عليها جوة دي. دلوقتي انت هتجمع الموالد جوة دي وتعمل للجير المختلفة للدبابات بتاعتك وتقدر برضو تنتج دبابات من الموالد اللي انت هتحصل عليها جوة اللعبة. عندنا برضو ايه مسلا لو انت عندك مكان الخزان بتاعك اللي بتخزن فيه مسلا الحديد او المعادن اللي انت هتلاقيها من الموالد اللي هتنزلك من ربحك اللي انت هتدخل فيها. تقدر برضو تعمل مباني ومباني يعني انتاج الدبابات. فكل شيء هيبقى جوة بتاعتك هيبقى برضو عبارة عن تقدر تبيعه على الخاص بوبن لوت. وبعد كده اخر نوع من هو طبعا اللي مش عارف ايه هو ده بيبقى عبارة عن مخطط لازم تمشي عليه. يعني مسلا زي كده لما بتيجي تطبخ شيء معين ومحتاج موالد معينة عشان تطلع لك حاجة معينة جوة دي. يعني مسلا لو انت عايز تضرب الطلقات بتاعتك لمسافة بعيدة شوية فمحتاج ان انت تعلي من الشيء اللي قدامك ده وتحسن من المصورة دي. فده محتاج هيبقى برضو عبارة عن اي شيء بقى انت جوة مسلا التانك دي زي مسلا هي لو فيها خمسين طلقة وانت عايز تحسنها لمية وخمسين طلقة او متين طلقة بيحتاج برضو بتفضل ماشي عليه بيقول لك الموارد اللي انت لازم تحصل عليها بالزبط ولازم يكون معاك ده عشان تقدر ان انت تعمل ده برضو هيبقى عبارة عن وهو اخر اتكلمه عنه جوة لحد الان. ودي الاشياء اللي انت تقدر تحصل عليها جوة بتاعتك زي وده هيخليك ان تحصل على انواع كتير من ومن غيرهم انت مش تعرف اصلا تحارب. بعد كده المصانع اللي هتنتج لك او الخامات اللي هتقدر انت تصنع بها التانك. بعد كده ودي هتقدر من خلالها تعمل اللي هيساعدك ان انت تعلي من التانك الخاصة بيك. بعد كده مبنى التانك ستوريج وده اللي انت هتخزن جوة الدبابات الخاصة بالبيز بتاعك. منظوم اللعبة هيمشي. كالقاتي ان انت هتقضي الوقت بتاعك للعب عشان تحصل على خامات وتقدر انت تعلي من بتاعك او تطوير اكاونت بتاعك. وهتحط كوين وهتحط الخامات عشان تعلي من بتاعتك وبرضو هتعمل تطوير لو انت تعليت من بتاعتك طبعا. بعد كده مع اصدقائك او قدام الاعداء بتاعتك وهتحتاج طبعا الجيل اللي هو زي الطلقات وكده وهتحتاج طبعا تانكس طبعا لو انت خسرت او دمرت بتاعتك. بس هتحصل على وهتحصل على طبعا عشان هتعلى في الليفل من دي. وهنا برضو بتخش في الجيل اللي انت طبعا في الجيل عشان تعمل وزي ما قلنا هتحتاج وهتحتاج خامات بس هتعلي من الجيل وهي هتعلي من بتاعتك لما تيجي تاخد الجيل ده وتحطه في البتل زي مسلا لو جيت حطيت طلقات زيادة او حطيت المصورة اللي احنا تكلمنا عنها اللي بتخلي الطلقات تتقدم لمسافات ابعد. بس كده دي كانت كل حاجة عن لعبة لحد الوقتي طبعا لو انت اللعبة عجبك وحابب فيديوهات اكتر او حابب ان احنا نقدم على عن اللعبة ونشرح الجيمبليه الخاص بها في المستقبل اتمنى تدوس اللايك الجميل عشان ده هو اللي بيدعمني ان انا اعمل فيديوهات اكتر عن نفس اللعبة اللي حصلت على لايكات اكتر بيبقى واضح ان اللعبة عليها دعم عالي وطبعا على اساس كده انا بعمل الفيديوهات الخاصة بالقناة. ما تنساش طبعا لو كنتش لسه اشتركت لحد الوقتي انك تشترك في القناة عشان كل اللي جاي ما يفوتكش من العاب شكرا لكل اللي شفوني ولا يشوفوني واللي بيشوفوني اشوفكم بحلقة جديدة. سلام.